اشتركوا في القناة منوها بما اكدت عليه الكلمة السامية من مضامين هادفة لتعزيز مسارات التعاون الدولي في مجال التطور العلمي وتحسين الحوكمة العالمية وتأكيدا على ان التعاون الدولي القائم على ركائز ثابتة وشراكة هو سبيل لتحقيق الاهداف المشتركة في توفير حياة امنة مزدهرة ومستدامة للبشرية جمعاء خاصة في ظل ما برهنته الاحداث والتحديات العالمية الاخيرة ثم اشهد المجلس بزيارة رسمية التي قام بها صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الى دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة ولقاء سموه باخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة وابعادها على صعيد فتح مجالات جديدة لتعاون التنائي والتكامل بين البلدين في مختلف المجالات مؤكدا المجلس ان الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها خلال الزيارة من شأنها تعزيز التنسيق المشترك نحو مزيد من التكامل وفتح اثاق اوسع لتعاون البلدين الشقيقين في المجالات السياسية والديبلوماسية والامنية والاقتصادية والصناعية والتجارية والسياحية والطاقة والنقل والمواصلات والتعليم والتغير المناخي والصحة والتكنولوجيا المتقدمة بعدها اكد المجلس المتابعة المستمرة للوضع التنفيذي للأولويات والبرامج التي تضمنتها خطة التعافي الاقتصادي وذلك في معرض تنويه المجلس بزيارة معالي شيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لعدد من المشاريع الداعمة لأولوية تنمية القطاعات الواعدة والاستراتيجية السياحية الجديدة لمملكة البحرين ثم اكد المجلس ان مملكة البحرين تواصل نهجها القائم على ترسيخ قيم التسامح والانفتاح والتعددية تحقيقا لرؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وذلك في معرض التنويه باليوم الدولي للتسامح الذي يصادف السادس عشر من نوفمبر من كل عام ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يلي أولا الموافقة على المذكرات التالية مذكرة اللجنة الوزرية لشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن تنفيذ مبادرات برنامج التوازن المالي حيث بدأت الحكومة بنفسها في تنفيذ هذه المبادرات من خلال إقرار أربع مبادرات لتخفيض المصروفات العامة منها تخفيض ميزانية المصروفات التشغيلية بنسبة تصل إلى 20% لسنة 2022 وبنسبة إضافية تصل إلى 15% للسنتين 2023 و2024 وأربع مبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية كما تضمنت المذكرة مقترح إطلاق نظام أداء وحواذز الميزانية بهدف تعزيز التخطيط المالي للوزارات والجهات الحكومية التي تنجح في تنمية إيراداتها وتحقق وفورات في ميزانيات المصروفات التشغيلية المتكررة مذكرة اللجنة الوزرية لشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي حول حزمة من المبادرات المقترحة من قبل فريق عمل تنمية الإيرادات وإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية حيث تستهدف هذه المبادرات تنمية الإيرادات غير النفطية للدولة مذكرة اللجنة الوزرية لشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن تدشين المنصة الإلكترونية للإجراءات التخطيطية تخطيط من قبل هيئة التخطيط والتطوير العمراني والتي سيتم من خلالها إعادة هندسة وأتمتت 39 خدمة بما يدعم التوجه نحو التحول الإلكتروني والذي من شأنه تحسين جودة الخدمات والارتقاء بمستوها حيث سيتم خفض المدة الزمنية اللازمة للإجراءات بنسبة تصل إلى 80% من خلال تدشين اتفاقيات مستوى الخدمة مذكرة اللجنة الوزرية لشؤون القانونية والتشرعية بشأن تسمية الجهة المعنية باعتبار مشروع التطوير العقاري أو العقار المشترك مجمعا عقاريا مغلقا بالشكل الذي نصت عليه المادة 49 من قانون تنظيم العقار القطاع العقاري مذكرة اللجنة الوزرية لشؤون القانونية والتشرعية بخصوص تمديد الاتفاقية المبرمة بين هيئة الطاقة المستدامة وبرنامج الأمم المتحدة الإلمائي بشأن مشروع الطاقة المستدامة مذكرة اللجنة الوزرية لشؤون القانونية والتشريعية بخصوص مشروع الاتفاق بين وزارة الخارجية بمملكة البحرين ووزارة الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية إيطاليا بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وتعزيز التنسيق المشترك على كافة الصعود مذكرة اللجنة الوزرية لشؤون القانونية والتشريعية بشأن مذكرة التفاهم بين مملكة البحرين وجمهورية البرازيلة الاتحادية والتي تتعلق بفتح مجالات جديدة للتعاون الثنائي بين البلدين مذكرة اللجنة الوزرية لشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب ثم أقض المجلس علما من خلال التقارير الوزرية المرفوعة من أصحاب المعالي والصعاد الوزراء بشأن استضافة مملكة البحرين للاجتماع الثامن والثلاثين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحول الزيارات إلى كل من الاتحاد السويسري والجمهورية الفرنسية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ونتائج استضافة مملكة البحرين الاجتماع رقم 114 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ترجمة نانسي قنقر